سلاماتي شباب كيف حالكو يلا اجمل اختبار و تقريبا نشامل كل الافكار راجع مع بعض سؤال سؤال فقرة فقرة بهدوء نتوسع في المجال يمين وشمال باذن الله اللي حيتب معي في هذا الاختبار ويسمع كل افكاره اتوقع ان شاء الله حقيقي يستطيع يقول لم المادة كلها تمام الشباب يلا مع بعض بسم الله الرحيم هذا السؤال اللي اعملناها الاختبار هذا عملناها في الشريهات حضروا مجموعة كبيرة من الطلاب ونزلنا في الجروب مع الجابة النموذجية فيمكن انت مع ضيق الوقت ما حليت ويمكن حليته مع بعض الاسر اللي انت ما فهمتش كيف اجت شايفين كيف ماشاء الله تبارك الله النظام الجديد نظام شاشة وصبع اسوداني نكتف فيه تمام هذه الاسرة الاختبار طبع السؤال الاختبار دير بك في الكيميا احنا مش زي الرياضيات والفيزياء احنا في الكيميا من الناس يا شاطر يا محترم بنحل اسأة الاختر في البداية بنحل الاختر في البداية لانه بيجي سهل وحلو بطواضع فمش انت تروح تمسك نصيحة الرياضيات والفيزياء وتقول ما هو انا في الاخر بدا حلو لا في الكيميا في الاول نبدأ بسم الله الرحيم عشان ما نضيع وابدكو هقلت لو انا عندي هنا السؤال الاول هذا شوف كاتب عدد الالكترونات اللي تمتلك العدد الكمية هادي الواحد ركز كويس في النقاط الصغيرة هادي والام الصفر اخطر معلومة وين هي عشان انك اعرف في طلاب رح بشلفك عطول رح عمل جواب هنا انس الموضوع ما زبطتش معك هادي تمام فانا بدي منك ايش تعمل تقرأ هنا الملاحظة شوف شبكتوب هان في ذرة العنصر يعني فيها بالكامل فهذا البي خمستاش هذا لو انت عملت له توزيع اكتروني مثلا هنا كتبت مثلا 1s2 هو مفروض احنا بنعمل بدون نظام التوزيع اكتروني الكبير عن طريق النيون بس نتكلم مع اضعف طالب في الكيميا تخيل هاي 1s2 2s2 2b6 3s2 3b اخر ايش في التوزيع ثلاثة حيطلع تمام؟ فبيجي هانا ايش بقول لي بدي انا الواحد كلكم عارفين شما عن الواحد معنا ايش معناها بي يعني بنتكلم مع هادي وبنتكلم مع هاي صح؟ عشان هذا المثال بنطبق على كل التمرين سواء كتب في صفور او اشي تاني غير في صفور وشو معنا ام ال صفر فلك فلك اسمه صفر فيه هنا فلك اسمه صفر وفيه هنا فلك اسمه صفر هنا فيه اثنين لكن هنا فيه واحد فالجاوب قد ايش هيكون المجموع؟ ثلاثة شوفت كيف الامر البساطة نيجي هان ما العلاقة بين قيمة الزاوية ونسبة الفلك اس المهجن؟ قابل ما نجيب موضوع الزاوية والكلام هذا هاقيد احنا عنا ثلاثة موعة من التهجين عنا اس بي قائد وعنا اس بي تو وعنا اس بي ثري صح ولا ما صح؟ صح كويس؟ طيب هادي الرابطة البين اس وبي قديش نسبة اس يا انت يا اس قديش مشاركة؟ قلوك انا مشاركة بنسبة خمسين في المية شركة ما هي وهان ثلاثة اس شوف اس واحدة وبي وبي يعني نسبة اس هان ثلاثة وثلاثين في المية بيش بس اس والبي الواحدة ثلاثة وثلاثين والبي الاتواثه وتلاثين هنا عنا اربع افراد اربع اشخاص اس واحدة وثلاثة بي يعني كل واحدة فيه نصيبها خمسة عشرين في المية حاجات لو بجب في انصلكم الدقة قاسلة كتير لو قلت لك وين اجوى الرابطة لك اشوف دقةك الكلمة اجوا رابطة قواسترجعحك حكم الخمسين في المية هاي رابطة خمسين في المية باي انت تبدأ تضعف الرابطة كلما زادت ايش؟ نسبة بي او ايش تقدر تقول كلما قلت نسبة اس تضعف الرابطة حكا الشيء التانية ساب القوة والضعف والكلام هذا ومسكت في قيمة الزاوية الزاوية هنا عنا مية وتمانين كلكوا عارفيني كلام هذا وهان عنا مية وعشرين وهان عنا مية وتسعة ونص صح او مش صح فبالتالي كلما زادت نسبة اس زادت الزاوية فبالتالي علاقة شنوحها طردية انت طبعا حافظ كلمة عكسية لانا السؤال دائما بجيبوه في الانتحان العلاقة بين قيمة الزاوية وشو وبي بجيبوهش اس فانت عطول بتعمل عكسية اقرأ سؤال المنيحة الله يرضى عليك وما تخليش اي امر بسيط زي هذا يفوتك كويس كويسين بماذا ينتهي التوزيق توني العنصر الذي يقع في الدورة الخامة حط خطة مع كلمة جوهري الكلام الفخي بحط علي الخطين انا عافكش حطه لدي عليها بس انا عليها بدي اعمله والعمود التاسع حقيت كلمة دورة خامسة ايش فهمت منها تكتب 5s صح ولا مش صح صح طيب العمود التاسع من قطعة شو هنا دي يعني لازم تكتب انت هنا فور دي زي هيك العمود التاسع مش مفروض تكتب تسعة هان صح لكن ما في تسعة دي في قاع اسم ثابات الفلك لازم نبعت هان الالكترون ايش يصير هنا عنا ايش يصير هنا عشرة صح يصير هيك عشرة فبالتالي دور على المنظر هذا فور دي فور دي فور دي تين فور دي تين شايفت كيف اوعاك تغلط في هذا الموضوع اي لملاحة الاتي اكبر هيدرونيوم ديما بسألوا اكبر بي اتش اقل بي اتش بسألوش او اتش هيدرونيوم فطالبوا يقول لك طب كيف هاجي يابن الناس شو معنى كلمة اكبر هيدرونيوم يعني العلاقة مع البي اتش ايش يفهمت منها مدام اكبر هيدرونيوم معناها اقل ها شوف الكلمة دي اقل بي اتش نندور اقل نبدأ هالجيت يلا كف احنا حفظينه كف بس بنبدل الكي بالان اي اختار في الاسبع جيبات ان اي اف كف ال اي اف كلهم واحد هذا قاعدة هذا قاعدة طيب ان اي سي ان ان اي سي ان ايضا قاعدة ان اي او اتش وحسن ان اي او اتش وحسن قاعدة هذا شوف كيف ها اقسم من هان عشانه كبير شوية تخلوشي لخيمان هاي ان اي او اتش تمام وهينا اتش سي ال او فور ايش رك شو بتعرف معلومة عن هذه الان اي او اتش قاعدة قوية شو بتعرف عن اتش نسيته انت هذا عد الحروف اتفقنا هيك وان تو ثري فور هاي فور بقى اضع حمض شماله قوي بقى هذا الملح شماله متعادل متعادل طب هذا قاعدة وهذا قاعدة وهذا متعادل تعالوا شو في صحبنا هذا ها اقسم من هان اي او اتش وحسن او اتش سي او ثري حمض الكربونيك حمض ضعيف برضو هذا شماله قاعدة فالجاوب مش هيكون عندنا هنا هاي اقل واحد في البيت بعجب كالش طبعا متعاود كلمة اقل بياتش ايش معناها حمضي صح فلما تيجي تلاقي الاقل بياتش متعادل بتتعمل عندك شكك فبتروح بتختار واحد تاني هيك عجب ومنظر يقولك هذا منظر حلو يكون هو الجواب هيك ماخذ المون انت بالمناظر نيجي الان على السؤال هذا مهم جدا لازم نقرأ السؤال اول اشي نعرف احنا وين منتكلم عشان نعرف القانون كاتب هنا هاي قاعدة قوية تمام وامشي هنا هي المعادلة معناها درس شو ريال معايرة احسنت طيب شوف الحمض ما جابش سنة الحمض مقراش صيغته طب وهو لازم يجيب صيغة مش لازم لكن وضح شغلة مهمة عنه شو هو ماله ثنائي البروتون هذا الحمض قدي حجمه 100 رقمه الهيدروجيني هذه عادة على الحمض دير بالك يعني هذه 2.5 للحمض والكتلة المونية للقاعدة 171 جرام لكل مول هنا كتلة القاعدة يمكننا بقول ما كتلة القاعدة هذا خطير خطير جدا هذا السؤال فبدنا نحله تعالوا نعملوا صفحة ونشتغل يا شفتوا حركات حركات شفتوا شي شي الشغل الجاية شباب نكتب هنا نون حمض يساوي نون قاعدة مليح مليح هان معلومات الحجم ضرب التركيز ضرب عدد الهيدروجيني في الحمض ويساوي القاعدة معلوماتها هان شوفوا كيف المعلومات في القاعدة ايش هي؟ كتلة فهنا بتستخدم قانون خاص بالكتلة تمام؟ باجي هنا الكتلة على الكتلة المولية ضرب عدد الهو اتش اللي في القاعدة ونبدأ هان يساوي اول ما كتب كتب كتلة القاعدة فبدأ كتب هنا هنا كتلة الكتلة المولية كتب 171 كم حبة اتش في القاعدة؟ تين تين طيب باجي الحمض عنده هيدروجينة واحدة ضرب ضرب تركيزه وحجمه حجمه شوف قدشك حكي هان؟ هاي واحد من عشرة حجم الحمض واحد من عشرة سعنا شوية هنا امسح لك هاده هيا ازبطها شايفين كيف؟ حركات انسوا خلاص الوضع مش زي زمان هاي واحد من عشرة كمان غيرت القلم هل جيت التركيز لو روحت اجري الصالة ما تلاقي مش موجود؟ لكن في معلومة مقواردة شي هي؟ انه كتب انه بيه الرقم الهايدروجينة الحمض يساوي قداش اتنين ونص معلومته هاده يا شباب خطير فوق ما تتخيله اتنين ونص تمام؟ يعني الهايدرونيوم يساوي عشرة السالب اتنين ونص صح؟ صحين هكذا طلبوا اه صح صح والحمض القوي تركيز وهو يساوي تركيز ايونات وبالتالي العشرة السالب اتنين ونص ما دام للهايدرونيوم نفسها للحمض او بيا قبير وقعت كيف وقعتني يا استاذ؟ هو كاتب ان الحمض هذا ماله ثنائي البروتونية يعني عنده تنتين هيدروجين اتنين هيدرونيوم وانت جبت هيدرونيوم عشرة السالب اتنين ونص صح؟ من خلال البيئات داك تكسم على اتنين يا قائد داك تكسم على اتنين الرقم اللي بتطلع هام داك تكتبوا وين هان والباقي معروف طرفين في الوسطين فبنرجع للسؤال حيطلب معاك الجواب هنا اللي هو سبع عشرين من الف كل الطلاب جوابولي تقريباً يا الجواب هذا يا الجواب هذا عشان ما طلبوش في اتنين او ما قسموش على اتنين تبقوا للموضوع هذا نيجي هنا بدنا واحد انفوتيري الطالب ايش بيعرف شو تعرف معلومة عن مركب الانفوتيري سالب مع هيدروجين طبعاً مش هتطلع هنا بالمرة انت مش هتطلع هام بالمرة هتيجي هنا هتقول والله هذا منظر حلو وما انت باخده بالمناظر لا يا استاذ هذا قاعدة دائماً هذا ابو عينين اتش سي او او انت عارفون هذا ابو عينين قاعدة دائماً بس هل مجمع التنتين او جمعتها طب هذا برضو معروف قاعدة دائماً طب هذا يا استاذ كفة كفة لازم ناخد كفة حياتنا عشان نصير حياتنا مستقيمة ايضا ملح قاعدة طب هذا استاذ ما نجدعو في الموضوع بالمرة كيف نجدعوها هذا كحول يا استاذ كحول غول اذا بتتذكر تتميز الكحولات بصفة انفوتيرية اجبوا سؤال زي هيك تميع نيجين هون ما قيمة اس او دلتة اس حلو عند درجة حرقة داش هان خمسة وعشرين كامل السؤال هاي تفاعل عادي جداً مشكلة فيه طب ايش معناه يكتب الحرارة هان انتفاعل ايش نوعه هذا ماص طب ايش نستخدم من وين نجيب لقانون وين نجيب فيه قانون اللي فيه دلتة اتش ودلتة اس مع بعض اللي هو دلتة جي نيجي نكتب هنا قانون دلتة جي يساوي دلتة اتش ناقص تي دلتة اس كويس كويس ليش يخطك هستاذ انا حر انا حر تمام هاي ستة وعشرين نيجي نكتب هنا قابل ما نعوط عشان ما نستشل الارقام لنجيها مين وشمال هادي دلتة جي لو قاعدت سطر كله فش ستلاقيها قيمة انتم متعاودين ان يكون حالة اتزان فبسي صفر السهمين هدول معناها حالة اتزان فالبالتالي دلتة جي بتروح وبسعد دلتة اس نقولها بعكس الإشارة وصلها قانون هاي دلتة اس يساوي فتح كسر المحة تي تحت والدلتة اتش فوق هاي نعمل القانون الصغير دلتة اتش على تي يلا قدي قيمتك يا دلتة اتش هاي قدام عينك ستة وعشرين والتي هاي خمسة وعشرين بس دي باك هاتش مكتوب هان سلسل اش رازم تكون كيلفن يعني اش رازم نعمل نجمع مئتين وثلاثة 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 وثلاثين يعني بسي جواب مئتين وثلاثة وثلاثين على الا حاسب لما تطرحها او تقسمها حيطل عندك انو فيهم وحدة حيطل عندك وحدة جواب سنة شوية امسكوا الالاتكوا معي امسكوا الالات ستة وعشرين تكسيم مئتين وثلاثين وثلاثين طلع معي سبعة وثمانين هاي طلع معي الجواب هذا سبعة تمانية فاصلة هاي هاي جواب يطلع معي دور فيش زيه فبفاك هاك غلطت ما غلطت يا حبيب قلبي هذا الجواب وهذا القانون إجابته دايما شمالها كيلوجول يمكن يكون بالجول فبنا نضرب في ألف هاي بدي اضرب في ألف تيك 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 طلع معي سبعة وثمانية اربعة عشرين هاي شايف عد كيف احضر كوي سيجنبي جول انت بتغيير وحدة القياس هذا مهم طيب هان اذا علمت انا وحدة ثابت السرعة كي هاي وحدة القياس دير باك هاي اللتر ثم المول وهانا مكتوب بكون واحد وهان واحد صح؟ لتفاعل ما عنده خمسة وعشرين ما رتبة التفاعل بدنا نزيد على الواحد كمان واحد ما هو القانونش كامش كمان نون ناقص واحد زود الواحد فجواب اثنين تسمى عملية امرار بخار مركب اثنين بروبانول كحول ها كحول غول كحول ثانوي كويس ومدمرو عم اصحوق النحاس اسيبك من حرارة هاي تفكر نزع ماء مش كل حرارة تشوف تفكر نزع ماء مدام اصحوق النحاس بقى اكسدا منذكرين من الاكسدا؟ ثلاث اشياء كي تو سي ار تو او سيفن في كي ام ان او فور وفي سيو ثلاثة للاكسدا كويس اكسدا اخر سؤال هنا بقول لي ما المركب الناتج من اضافة هذا سؤال حلو بس خلينا مسحكوا المنطقة هادي عشان ايش يصيروا شايفين شفتوا كيف انسوا شغل جامد بدين هادي برضو يعني اشي كبير مش سهل يعني مش تفكروش جربين مش جربين هذا هذا اشي فخم تمام يلا ما المركب الناتج من اضافة ركز مايه هذا جرينيارد صح عشان نرسم علقة المساحة شوف ها فهجب نغيئ من فوق هذا ازرق وهذا اخمر فيه الوان كتير هاي من غاد ها تمام هذا جرينيارد صح حلو تمام تمام جرينيارد معروف انه هو يعطي اشي قبل السهم غير بعد السهم فتن تن سي عندها عشان متعملش معادلة فتن تن سي والإي ثانال إي ثان ها فتنين سي وصحبنا هذا فتنين سي المجموحة يكون شو أربع سي مليح مليح فمناختر واحد عنده أربع سيلة هو أفروض حاجة اسمها بيوتان يعني في الدرس الألكان البيوتان فطلبوا لي طب هاي فيه بيوتان هون وبيوتان هون انو فيهم هذا كحول شو نوعه هذا الكحول أولي صح بيعطيش كحول أولي لحاجة اسمها فورمالدهيد المي ثانال الوحيدة بيعطيش كحول أولي ثاني واحد الإي ثانال هو بيعطيش كحول الثاني فالجواب حيكون إن شاء الله هذا تمام هيك هاي الإختار المهم جدا توسعنا فيه وحكينا فيه بالتفصيل إن شاء الله يكون الأمور كلها تمام نيجي لها اللي هو القسم الثاني هيك حاجيك في الامتحان ياخو ما ترتبك ما تخاف ما تقول الأسئلة كثيرة ما هي كثيرة امسك الورقة ووجعص وخط رجع رجل وعندك زاص مية قدامك وحبتين شوكولاتة كله مسموح فيه بس مش روح تجيب بطيخة تقول هاي يا ستاس قال جيب شوكولاتة جيبت بطيخة قال لي ممنوع حبت شوكولاتة صغيرة عشان تدعمك لو انت جصال عندك هبوط في السكر نيحي لك تمام ابتيجي على القسم الثاني هذا القسم الثاني فيه ست أسئلة حيكون بدك تختار منهم كم واحدة أربع فانت حاولت يعني بهدو لو دقيقة كانت دقيقتين اطلع هذا السؤال تعال انت مع بعض يلا سؤال هذا الطاعة هو بور والله يصد يطلع ينزل ما معروف قوانينه دلتا طاعة واحد علام مش مستاهل منيح اخترته بحط صاح عنده باجي هان مثلا ايش هذا انحياز بانحياز حلو بدية باجي هنا علل نظرة سريعة لقيته حلو تمام خلاص هاي سؤالك هاي كعتمت السؤال لقيته بشكل عام بشكل سريح يكن والله مرتب خلاص ابدأ فيه وقع الله يلا ابدأ حل حقا لما تيجي على السؤال الثالث هنا تيجي هنا مثلا تقول حروف افتراضية وش هدا مش فاهم يش يستاذ خلاص صاحبة لاش كمان هنا خطبة والله هذا السهل يستاذ يا الله داك الصحبة عضوية بدي شي اياها خلاص ننسها زيك يلا تعال على الرابع اوبا دا احلى شي في الدنيا قارن بين اتنين هدول لازم يجيك تطلع تزر لازم يجيك هدا السؤال وهدا درجة كتير تاعة كي اي و كي بي هاي بدية جيم اكمال ثلاث معادلات او اربع معادلات سهلة غلبانا بدية خلاص اخترت السؤال ابدأ حلو اشركك بيه في كلامك السلوب حلو هدا تمام اعتمد هدا النمط يلا تعال نبدا انحل نيجي وين 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 هاي جينا هنا نبدا باسم الاحمر رحيم سلم اديك هاي الدعم اللوجستي هدا زي هي قصدي في الانتحان كون حاطقوا دمك عصير بس بلاش الورقة كون عليها مكتوب كلامه حركاتك هذيك ولا صارت مكشوفة عند المراقبين تحطش حركة تضنقف محرج تمام نيجي هان هاي انتقل الالكترون ضارة الهيدروجين هاي بدي نعملها زي تفصيلة شوية هيك شامعة مغلباكو انا حاسنا مغلباكو انتقل الالكترون ضارة هيجوم المدار الذي طاقته سالب الف يعني مدار ايش لول يما لول يا حمودي شايف كيف هاي مدار الاول هاي هاي رسمة حلوة الزغنونية طيب وين انتقلت هيك احكي مع السؤال تواضع انت تواضع قل وين انتقلت يا كبير هيقول لك لمستوى عدد قيم الكم المغناطيسي له 16 شو يعني عدد الكم المغناطيسي امقل وما هو امقل امقل هو الفلك يعني لو انا قلت لك في مدار في 16 فلك هتقول لي ما هو بجيبوها من علاقة انتر بيع يعني خد جد ال 16 اربع لو قلت لك قيم امقل 25 خمسة قيم امقل 36 قيم امقل هي الفلك احفظها احفظها هيق قيم امقل هو الفلك يبقى راح من المدار الاول لمستوى في 16 قيمة لامقل او اذا بدك اقول 16 فلك فبنتهي المستوى قديش هيكون الرابع هيك اشفنا المستوية طيب حلو طبعا لازم يكتب حسب الميكانيك الموجي لانه هذا درسين في بعض فلازم يوضح لك ان هذا اشي وهذا اشي ما علينا عنده السؤال الاول الطاقة اللي لازم نقل الالكترون بين المدارين يعني شو القانون يكون يستخدمه دلتاطا يا اخو يستخدم قانون دلتاطا والمدار الاول والرابع ما في اي مشكلة صح؟ صحين طب السؤال الثاني عدد خطوط الطيف المحتملة بين المدارين كيف تسوي؟ باش بنقول يكتب هنا اربع ناقص واحد ويساوي ثلاثة زائد اثنين زائد واحد ويساوي قدي هدو مجموحهم؟ ستة خطوط السؤال الثالث هذا حلو هذا بدك تركز فيه شو بقول؟ بدي تردد الفوتون المنبعث حط خطنا الذي يمتلك شو هنا مكتوب؟ اقل طاقة شو فهمت منها؟ اول شيء المدارين هين قدامك تراسب نصبها صغيرة وحلوة تمام؟ هنا واحد واربع لما يكتب لك اقل طاقة ايش معناها؟ اقل مسافة من ثلاثة الاربع بدك تجيب الطاقة من ثلاثة الاربع بعدي هجيب التردد شو هيكون قانون التردد عندنا؟ شوف معي هنا هذا نلمسحه حكون عندنا قانون زيكا تا يساوي طا ضرب ها صح او مش صح؟ صح الها ثابت ستة فاصلة ستة اتنين ستة ضرب عشرة سلبة اربعة وثلاثين والطا اللي انت جبتها ما قدش لقدش؟ من ثلاثة الاربع وهيك بطل عندك الجواب مية في المين طيب اش شوف كمان سمي بس خلية امسح هادي المكان مخرب ايش هادي مليح 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 اربع ما عدد المستويات الفرعية للمدار الاعلى الطاقة؟ مش كنت قوي شوي كشفت المدارين كان واحد واطلع فوق واربع بسألك هنا مليح عدد المستويات الفرعية في المدار الاعلى الطاقة؟ مدام مكتوب اربع تكتب اربع مستويات ما رموز تلك المستويات 4S 4B 4D 4F قارن بينهم من حيث الطاقة بتكتبهم كم المر وتكتب اكبر من اكبر من كل كل ما دمر عليك وبتعرفوه كويس هذا السؤال حلو جداً قبل شوي طال المتميز رجعني فيه قبل ما جيها كان عنده فيه اخطاء كتير غريب ياما بركزش الواحد ياما بكون فيه عنده شوية معلومات بسيطة فيها اخطاء انتبهوا كويس عامل معادلتين ومقرر اتجاه الانحياز كلكوا عارفين شمال الانحياز لما بقولي الانحياز نحو النواتج يعني احنا راحين هيك معناه الافندي هذا شماله قوي صح؟ عشان هيك هو قدر يعطي النواتج الانحياز نحو النواتج تمام؟ طيب فبالتاني انا قررت انه الاتش دي اتش اي قصدي اقوى ايشي مبدئيا في المعادلة الاولى اقوى من مين اتش اكس هاي اتش اكس ننزل تحت وين راح لانحياز نحو المتفاعلات معناها اتش اكس ايش اعتبرت انت؟ هنا قوي اذا بدك تكتب تفاصيل صغيرة وهانا شماله؟ ضعيف فبالتاني اتش اكس اقوى من اتش دي هاي مطلوب الاول رتب الحموض حسب شو؟ كي اي مراتي ما يكتبكش في المتحان كي اي يقولك رتبها حسب اتش 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 اعكس الاية رتبها حسب بي اتش اعكس الاية تعف العلاقة الترضية والعكسية بينهم حلو اتنين شوف الكلمة هذه ما صيغة القاعدة الملازمة يعني ما لا واحدة منها دول يعني يا اي ماينس يا اكس ماينس يا دي ماينس التي لها اكبر قيمة شو؟ كي بي ايش بتعرف معلومة القاعدة اللي لها اكبر كي بي اكبر كي بي اقوى قاعدة طب اقوى قاعدة من اضعف حمض اقوى قاعدة من اضعف حمض دي ماينس ما صيغة الحمض الذي له أعلى بأتش حمد وإيه له أعلى بأتش هذا حمد ضعيف صح مبتد بك له بعض كلما كان هذا أعلى هذا بكون أجل هيقل دمعينك شو مكتوب هون أتش دي أي الأملاح هذا فخم تعال نعمل له هنا هيك مقطع نفس الكوية إيش قصته إيش تفهم منه شوفوا معي هنا عشان كتير سألوني على قصة الأملاح ها دي ها قد نبدأ الـ X والـ D هاي المعادلات فش أملاحه صح تعالوا رجيك يا كيف كو تجيبوها ها دي بغضا نضعوش مين إلو أكبر مين إلو هدا إنسالية مبدأين ها كأنه فش ستول نبدأ هالجات الـ X والـ D يعني الأملاح هذه الـ X والـ D الأحماض هادي قصة تعال كتبينه HD HX قصة أكبر من HD صح صح هادي من حيث شو حموض طيب أنا الآن بديك قواعد X- وD- من أكبر نلاكس الآية ومعروف إنه الحموض أملاحة شو اللي قال قاعدية ممتاز فبالتالي الملح بدي يكون الترتيب تبعه والإشارة تبعته نفس إشارة شو القاعدة فلو أنا كتبت هنا K-D و-K-X هختار لشارة إيش نفس تبعت القاعدة هذه فالـ K-D أقوى من حيث القاعدية أرجع للسؤال الآن عشان سير فهم إش المطلوب امسح هذا يلا بده مين له أكبر مين له أكبر هيدرونيوم يقوله أكبر هيدرونيوم يعني من حيث الحموض أكبر فبالتالي هذا أكبر من حيث القاعدية أنت يا K-X أقوى من حيث الحموضة يعني أو يقوله الحموضة فهمتوا على كيف؟ اللي بده ببده لها تدبيه وتفكير بسيط طبعا هم في الامتحان بتتكلمش زي هيك بقولوا B-H هم مين أكبر B-H و مين أقل B-H تمام يا قائد ثالثة أسألة يعلل هذه مش هشرح لكم إياها وضيع وقتكم لأنه عارف أنتوا بتعرفوا الأشياء النظرية بس فيه شغلة مهمة أنتوا بتشلفقوا على فكرة أنتوا بتشلفقوا شلفقها رهيبة فأنا مستغرب من الموضوع كيف تحلوا العلل شوفوا معي يا شباب شوفوا معي يا رجال كيف تحلوا العلل شوف معي أخو هذا تتميز كحرات بصفة حمضية ضعيفة وما بتروحها إلى الملزمة بتلاقيه بتجيبه هنا ينتهي تركيب إكتروني إنه حاسب هذا التوزيع إكتروني بدأت تقوله لأنه 3D10 ممتلئ حسب قاعدة ثبات الفلك أكثر ثباتاً واستقراراً من 3D9 يعني لازل تكتب تفاصيل هذا مهم جداً كيف تريدك تكمله كيف تقوله شوف معي هنا من فعش تيجي لازل تمسك هذا شوف تكتب C6 وتعمل التوزيع إكتروني بعد الهيليوم إيش تكتب هنا 2S2 2B2 تعمل التوزيع إكتروني تمام وبعدها تقول هنا 2 إلكترون منفرد عليه علامتين ضيعش يعني لازل تكتب المعلومات ها قد تقرأ السؤال لم ينجح المفهوم المبسط في تفسير هذا الشكل لأنه ها لأنه حسب المفهوم المبسط فإن الجزء المتكون إيش حيكون CH2 مفروض يكون CH4 لأنه نحن نعرف عدد الروابط بناء على إيش عدد إكتروني المنفردة هذا السؤال برضو تحت تزداد قيمة PH عند إضافة هذا الملح لهذا الحند الضعيف بنفعش تقول له ملح قاعدة بدك تكتب هنا H2S مع الماء وتكمل المعادلة Hydronium زائد كذا وتكتب هنا KHS وسهم وتكتب هنا KMوجab زائد H سالم وتكتب هنا زائد تركيز النواتج ينحن نحن المتفاعلات يقل Hydronium يزيد BH اللي هو المقطع الثابت معادلتين واللي هو تعالو تشتلي هذا أول بصر شبصر مو العالم وهو طبعا للنحياز وجواب واحد كل الأسس كل الأسس زي هذه جوابها واحد كلها إنه بتعمل معادلتين زائد تركيز النواتج ينحن نحن 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 المتفاعلات يطلع هنا إذا قيت هنا Hydronium حتقول يقل Hydronium يزيد BH إذا قيت هنا OH بتقول يقل BH يقل OH بينما علاقة طردية صح أو نصح؟ صح 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 خبص först تمام سؤال الثالث على فرض أنك بك تخترت هذا السؤال تمام يا اخو. ركز ماي فاسي ال. طبعا لازم يجيك اي بي سي دي اي اف هادي. كاتب لديك عناصر افتراضية هاي هم. وموتة تالية. مش غلط. تمام? فيه اعدادها الذرية من عنصر ايه? ركز ان اتجاه الترتيب هيك. لازل كنت عارف اتجاه الترتيب وين هيك. ويقعان او هادا نستقع في الدورة الثانية والرابعة من الجدول الدوري اقرأ المعلومات الخاصة بالعناصر ثم اجب. كاتب اي? العناصر اي هايو? يا مين اللي فقد الالكترونات بشدة? يعني وده يفقد الالكترونات. مين اللي بعمل زي هيك? عناصر مجموعة الاولى. فتنجي احرثي بدونه انت عناصر في المجموعة. واقولي طب هو اتنين مجموعة اتنين بتفقد. والمجموعة الثالثة بتفقد. عشان كاتب هنا بشدة. عشان يفهم ان اكتر الناس بحبوا يفقدوا. عناصر مجموعة الاولى. طيب. وكاتب دي الاصغر حجما في دورته. هذا. دايما عناصر اصغر حجب كل ما تجاهها نحو اليمين قال لا الحجم. يعني ايش? تمانية ايه بتقسم بينهم. ايه ممثل وله اعلى صفة مغناطسية عشان تتأكد من كلمة هذا. هذا سبعة. هي ستة. هي خمسة. فعلا العنصر ايه? عشان يثبت معلوماتك ويأكد انك انت شغل صح. بقولك ان العنصر ايه له اكثر صفة بارة. في العناصر الممثلة بكون حافظها المعلومات دي. في العناصر الممثلة العناصر مجموعة الخمسة ايه? هذه معلومة ثابتة. لهم اعلى صفة بارة. في العناصر الممثلة. في العناصر الانتقالية. الستة بي. لهم اعلى صفة بارة. لو عناصر الكروم. طيب يا استاز يا استاز طلعنا بكير. نبدأ. اي العناصر السابقة في الزات. كتير طبعا نكمل. نكتب هنا ايه? ونكتب هنا طبعا هتنسوش كاتب دورتين التالتة والرابعة عن هذه الدورة التالتة. يبقى هذه الدورة الرابعة. يبقى هذا حيكون عنصر تلاتة بي. اربعة بي. بيجي بعد اثنين تلاتة اية. تلاتة بي واربعة بي. كاتب اي عناصر سابقة في الزات. كل الطلاب ثمانين في المية تسعين في المية اختارو له دول اتنين. بس اي اف. يعني للناس مش كاتب هنا في الزات ممثلة. لو كاتب اي العناصر اي العناصر سابقة في الز ممثل. تختار اي اف. بس كاتب في الزات وسكت. يعني تختارهم كلهم. تمام? ما نعدد ذلك عنصر جي. هي ناك يا جي. هي ياما بتقول مشهور معروف الواحد وعشرين لان اول عنص انتقالي واحد وعشرين معناص انتقالي بين واحد وعشرين لثلاثين ياما الدورة الرابعة هي بتكتب فور اس وثلاثة بي معناها بدك توقف عندي ثري دي ون والباقي معروف ايهما اكبر حاجبا اف ولا ايه وينك انت يا اف هاي اف وايه جنب بعض جنب بعض ها عنص المجموعة الاولى طبعا تنساش في نفس الدورة لانه عشانك حكيت حسب رقب المجموعة عشان نفس الدورة معاترتت منفردة في الايون طبعا هاتو الطلب الفكروا هيدروجين فكروا هيدروجين هاي يعني نحكي هنا نحن نحكي هذا الاتش يعني الاتش اللي يفوق يا استاذ تمام؟ بيتعادلك التنساش الانتبال في هذا الايون فطلبوا لي الفور هاتى هاي توزيج التوني 4s2 3d2 هذا التوزيج التوني للعنص الرسمي هذا الاتش 4s2 3d2 يعني العنص المجموعة الرابعة به تمام؟ بس ابت في الايون معروف موجب اثنين لك تشطب الاثنين اللي في الاس فبالتالي عدد دكتوراته منفردة قديش اثنين مرات السؤال ما يكونش عدد دكتوراته منفردة عقفش يقول لك يقول لك في ايش بيختلفوا في عدد كمي الطالب اللي حينسى يشطب من فور اس وحيشطب من هان من فور د حيقول بيختلفوا في الام اس الطالب اللي بصحصحوا واللي حيبعارف ان العناصر الانتقالية لازم نشطب من الاس اولا حيختلفوا في شو في امقل لانه حسب ايش هون بتوزعوا فرادة عنصر نبيل هي قدام عينك شايف هنا برضو هذي عملة لخبط للطلاب وكتير سألوني فيها ايش هذا واش هذا مش عارف مش شايف موضوع يعني صعب ان شاء الله يكون مش صعب يلا بقول لك ما مقدار طقت التأيين شو هنا السادسة للعنصر مين ايه اذا كانت طقت التأيين الخامسة له ستة لافة ومتين سبعين يا الخامسة ستة لافة ومتين سبعين طيب السادسة قده فطب لك موش فاهم هنا حفظهم طب تعالشو في العنصر ايه مين هو هاي العنصر ايه ايه فانو مجموعة الخامسة العنصر ايه في المجموعة الخامسة ايه يعني كم الكترون تكافو يملك خمس الكترونات شو تكافو فهو بحكي انو بده السادسة انت بعد ما تخلص الخمسة كترونات تكافو من وين حد جيب السادسة من الغاز الخامل ها عشان تفهم اكتر حاكون توزيعه هيك مثلا سنة شوي حاكون توزيعه هيك ثري اس تو ثري بي ثري بغضرنا حتى لو انت مش كاتب ثلاثة المهم اس بي عنصر في المجموعة الخامسة هاي منظره اثنين ثلاثة كاتو بيدهم بد entsprechación شو ما لها هنا السادسة السادسة يعني كل طاروا كلهم راض ع legendary خلصنا الخامسة بدنا السادسة السادسة الashes اللح اتجيبها من غازيش خامن فلاسو تختار نقلة نوعية من الست الاف للـ 25000 من فاكذا تختار الثمان التلاف ولا السبع تلاف لانو هذه السبعة تلاف تجي بعد ستذف مباشرة الثمان التلاف تجي بعد ستة تلاف الخمسة وعشرين! ألف اكيد دخل في غاز خامن تمام يان ما المركب لنجم انتحاد A و C وين هم A و C هدو ايه قبل شوي كان معنا عنصر المجموعة يبقى سالب ثلاثة ضينا السي شوف من هو A و C عنصر المجموعة السابعة عنصر المجموعة السابعة يبقى سالب واحد يعني A C 3 A C 3 ما تحجيل الضرر المركزية هاي A عنصر المجموعة الخامسة صح هاي خمسة السي سبعة هاي سبعة ضرب ثلاثة يعني مجموعة كله قدى 26 يعني حرف ال A ها و C و C و C وفي هنا زوج غير رابط هو 24 و 32 ستة و عشرين يعني حكون تحجيل الضرر المركزية شو هنا S B 3 اكتب عدد كمية الأربعة الالكترون الأخير في ال E وينك هذا E ايش قصته ال E هذا وينك يا E E 4 هاي شايفوه حرف ال E هذا يقف المجموعة الرابعة B يعني توزيع الالكتروني ايش هيكون هنا 4 S 2 3 D 2 بدوش ليش الالكترون الأخير يعني نبدأ من هنا N يساوي 3 L يساوي L يساوي 2 و M L 5 قيم و M S موجة بنص تمام تمام يالله هذا السؤال كثير غلبان بدو معالى الموزونا نشطب البتشابه هدو المتشابهين هدو المتشابهين ما ضلش صح طيب ايش نعمل هيك نكتب الباقي نيجي هنا هذا 2 N O هاي 2 نكتب هذا أولا شايف نمسح بعدها نكتب الأحمر هاي 2 N O صح زائد 2 H 2 زائد 2 H 2 هاي ساهم خلصنا هيك تشطب كله 2 في هنا N 2 هايها وهان 3 H 2 O هذا upbeat مميز مادة الوسيطة ايش مادة الوسيطة شوفوا الكلمة هده مادة تظهر في التفاعل الأول ويتم باستهلاكها في التفاعل الثاني مادة تظهر في التفاعل الأول ويتم باستهلاكها في التفاعل الثاني يعني هنا N 2 O 2 وعننا N 2 O هاي مادتين القانون من الخطوة البطيئة يعني هان السرعة تساوي K بعدين N-O تربيع يلا العضوية 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 جاك العضوية كاتب هان مركب هذا أول ما تكتبه في الامتحالة تكتبه اسمان لدروس دير بالك اذا ما عملت الشيك حضيع هذا الكين وهذا R-X وهذا كحول أولي وهذا قلد هيت وهابو ليش هيك بكتوب هم هيك بكتبو بدأ مكتبو هيك C-O-H بعملو زي هيك فيش عنده من برنامج وزارة فيش عندها برنامج طب يلا ومرات بعملو بعملو من نظام هيك وبعملو هيك هاك الكامرة خفية يعني تمام سؤال الأول ما ناتج العضوي الذي يتكون من تفاعل البي وروح للبي احكي مع البي باحترام وبأدب وبأخلاق قولي بي ايش أخبارك والله الحمد لله قال ودي تفاعل مع الـ H-C-L بالعقل ايش دي يصير دك تشطب هادي بتكتب الـ C-L بدأ باش تفاعل باش هذا مركب مشبع باش تفاعل استبدال فبتكتب على الناتج هايو هذا هنا C-H-3 C-H-2 C-H-2 C-L بس هاي ما تطوب منك الناتج العضوي فقط بدوش معادلة بدوش ايش دين اكتب معادلة تبين نواتج access المركب دي روح لدي يعني معناها وانت بتحلل قاتل المركبات اذا ما فهمتش مين هو هذا كاتب لك بمحلول فهلنج يعني بيّن معاك الاشي انت الان طيب تعال يا الديد انت هذا نمسك هذا الديد هاي C-H-3 C-H-2 C-O H هين كتبوا زي ما بنفهم بنعرف له مع نلوه فهلنج كلكم عارفين من هو فهلنج ها 2 C-U موجب 2 زائد 5 OH- وسكع القوس وهي سهم ويحرام هادا تفاعل تطلع تنزل لازم يجيك يلا هادا منك تبو كم مرة لس بدون الهيدروجين صح? C-H3 C-H2 C-O O- بسموه ايون كربوكسيلات ايون كربوكسيلات طيب هادا ثابت كويس هاي بس ازبط لك المنطقة هادا C-H2 C-O O- ايون كربوكسيلات طيب وين النتجة اللي بعده ها دي بالك زائد شوف هنا زائد C-H2 O هادا هادا اللي هو راصب بني محمر هادا الراصب هادا مرات بيجيبوه باسمه تخيل ميني بعرف اسم C-H2 ميني يعرف اسمي تمام بيجي في اختار تم اكسدة البروبانال باستخدام فيهلنج وكان الناتج ايون الكربوكسيلات و اللي قال اكسيد نحاس احادي صح هادا مش اكسيد نحاس ثنائي مش عشان شفت اتنين تفكر ثنائي هادا راصب بني محمر راصب بني يا احمر يا بني محمر دي بقى اكسيد نحاس احادي وليس ثنائي طيب ايش ضلعنا هنا زائد شو ثلاثة اتشتو ثلاثة اتشتو تمام هكدت ايش بدك طبعا هنا هادي تعتبر الفقرة اتنين كم بالنسبة لك صعبة ثلاثة هادي يلي ايش بتقول هنا باستخدام مركب ايه هذا الالكين يعني قدام عينك حضر المركب بي بديان من الالكين هذا اجيب هذا شوف معي ركز كويس الالكين خلينا اخد لك اياهم في مكان تنين سنة شوية ركز ما اللي ارضى عليكم في الموضوع هذا قبل شوية كان هنا الكين سي اتشتو ربطة ثنية سي اتشتو بديان اجيب منه سي اتشتري سي اتشتو سي اتشتو او اتش بولي حضر هذا من هذا لازم تكون عندك خارط الطريق يخو ما فيش مجال في الكلمة هذا تبع معي هنا تمام هان هذا ايش ماله هذا الكين كم كاربونة فيه اتنين صاحبنا الكحول كم كاربونة فيه ثلاثة سي تمام صح اتنين سي ثلاثة سي الفرق الكاربون الوحيد يشغل في الموضوع هذا هاي شوف هنا خارط الطريق واحد شاب محترم اسمه جرينيارد فيش كلام هذا المركب هو بولك جيب هذا عكس هيك حضر هذا من هذا هذا صاحبنا كحول ركز في كلام اتنين كحول شو نوعه اولي مين المركب الوحيد عندنا في برنامج جرينيارد بيجيب كحول اولي مركب اسمه مي ثانان يعني هذي خارطة الطريق اللي انت بيتمشي عليها فطلبوا له الكحول الاولي بيجيبوش لهذا المركب الاسمه مي ثانان وفرق الكاربون بيجيبوش له حاجة اسمه جرينيارد فطلبوا له طب مين هذا مين بيطلع ايش دخل الالكين في الموضوع الالكين اللي قدامك يا استاذ هو جرينيارد بدك تجيب منه جرينيارد تعال مع بعض تعال نشوف كيف يلا نبدأ معنا رقم واحد CH2 الرابط الثنائي CH2 كيف نحاوله لجرينيارد تعال نذكر جرينيارد مين هو جرينيارد عبارة عن RMGX هاي صيغة العامة لجرينيارد انسالي الام جي اتا سهلة نجيبها باللزجة فيها وخلص الهدف دائما بوصول لRX هاي الهدف يقع نجيب من هذا RX بعدها لكل حادث حديث كيف بنجيبه زاد HCL بعد السهم ايش هيبطي CH3 CH2 CL هوا بصلنا لRX ها حققنا الحلم الاول تعال هنا انت تعال لها المعادلة رقم اثنين المعادلة رقم اثنين تعال يا ركس CH3 CH2 CL زاد Mg وعالساهم بكتب ايثار جاف. ايثار جاف. ولزق الامجي فيهم وخلص. سي اتش ثري. سي اتش تو. ام جي سي ال. حينها. حققنا شرط الهوان. جيبنا قلنا. هادا المثالان ودك تجيبه من موخك يا كبير. من موخك كن حافظه. معادة لقم ثلاثة. اتش. سي دابل بنت او اتش. زائد قلنا دل انت حضرته. سي اتش ثري. سي اتش تو. ام جي سي ال. عالساهم. عندما كتب سي ال اكتب زائد اتش سي ال. يعني نعمل الحل خطوطين في خطوة. اشطب هادي وجمع كل الباقي قدام عينك. نبدأ بنواي من هان. ها. سي اتش ثري. هاي. سي اتش هاي المركب اللي وده هي. صح او مش صح. كل شي سهل بس انتو. بس صعبة حال كل امور. مش عارف ليش. طيب هون 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 هون. نشو معي شباب. هين ايش بده. بقول لي باستخدام مركب سي. يعني هذا. هذا. اوه. كيف تحضل الاسيتون. ايش هيكون نعملو. يلا. ناخد هذا السي. واجبينو الاسيتون. روح اصاب بورة تاني. يلا. حلو هذا. ها. خيني باعدت شوي. يلا. كتبتو. يلا. سلامة شباب. بدو الاسيتون. الاسيتون. من مين؟ من هذا. سي اتش ثري. سي اتش تو. سي اتش تو. سي اتش تو سي ال. مين فيكو باعو فلسيتون من هو. محلا كنت مش عارفينو. انا كيرو. انا كيرو. سي اتش ثري. سي دول بنت او. سي اتش ثري. عدو واحد شابو لك. البنات عارفينو. وانتو بتتمنكر اكتر منهم انتو. سناسل وهذا. وخط. انتو نومة احنا مش محافظة. خط و تحط حلوق. انا مش عارف. الوعد حط لي جنزير هان. حط لي جنزير. حطه في رجلك بالمرة. صح رمي الصح. منيح لحنا عشان في غزة. يلا. فعيل اسيتون. بدو نجيب حدا من هذا. الخطوة الاولى. ثلاثة كربون. مقابل ثلاثة كربون. منيح. فيش فيها جرين يارد. فتالبوا ليسترر من الستزمين الوحيد اللي يعطيه لأسيتون. كحول ثانوي. كحول ثانوي. هو اللي يعطيه لأسيتون. ها. شوف ها. كحول ثانوي. هو اللي يعطيه. كيف يعطيه اكسدة. مثلا. سي يو. كي تو سي ارتو سفن كمون وفور. الش اللي هدول يعني. طب كيف نجيب من هذا كحول ثانوي. اسهل اشي التأمين. من ار اكس. لكحول هذه اسهل اشي. تعالوا مع بعض. يلا يا رجال. وان. معادلة الاولى. سي اتش ثري. سي اتش تو. سي اتش تو. سي اتش تو. سي ال. مي قائد دولي يقول لي الكويتش اللي نونينه نضيفه هذا. في وسط كحول ولا وسط مائي. اللي قال وسط مائي عشان نصير كحول صح كلامه بس خطوة كبيرة. الشاطر قال لا ها ها وسط كحول. طب ليش نعمل وسط كحول عشان احنا نطلع على الار اكس برا. نتخلص من الكلور. بس يعني الكين بسير امور سهلة. يلا لو كنوا وسط كحول تعافينا. هذا كله اوت كلهم برا صح? نكتب سي اتش ثري. سي اتش. ربطة ثنائية سي اتش تو. صح رو مش صح. هاي الكين. تعالوا الكين انت. بدنا نتفاهم معك. تفاعل مع مين؟ مع الماية زائد اتش تو او. والماء نكون فوسطيش حمضي. تمام? هاي زائد. ماشي? يلا. هنضيف الماء هنا حسب ماركو فونيكوف. سي اتش ثري. سي اتش. سي اتش ثري. او اتش. هاي كحول ثانو. اعملك سهم هيك واكتبها تحتها تلات مية. بطلع عندك سي اتش ثري. سي دبل بنت او. سي اتش ثري. وهو الكيتون او الاسيتون المطلوب. السؤال الرابع ما في اي مشكلة? بينه دول اتنين. سي نكتب انو خمس ترف مره في الملزمة. صح? يلا كتبت هنا مثلا. هذا هي الان. هي اف. هي اف. هي اف. فيه زوج غير رابط. النيتروجي لازم فيه الزوج غير رابط. احفظها. شو دعف معلومة عن O. الزوجين غير رابط. هاي ال O. هاي F. هاي F. تك 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 تك. هدا الوس. صح? شكل الزوج دكتورنات. رباعي لوجه. رباعي لوجه. تهجين نظرة مركزية. SB3. SB3. على الزوج غير رابطة. زوج. زوجين. قيمة الزاوية. مية وتسعة. او زوج دكتورنات بحققية مية وسبعة. حققية مية واربعة. علي خمس علامات. هما المفروض يجي عليه اكتب من هيك. يلا هون. الجدول قدام حينك حبيب قلبي بيبين حاجة اسمه K-A. وحاجة اسمه K-B. صح. هاي. لعدد من القواعد الضعيفة المتساوية. وعدد من الحموض الضعيفة. طبعا متساوية التركيز هناك. ما هو الحمض الابعف تيجي عند الحموض. رتبهم يا قاد. رتبهم يا كبير. يعني نيجي نختار الأزرق. ونقول انت هون هون. مين واحد. هنا عشرة صلة باربعة. عشرة صلة باربعة. هاي الكبير. هاي واحد. هاي اتنين. اكيد هاي تلاتة. رتب هدول. فيش متساوي. هاي واحد. هاي اتنين. هاي تلاتة. ببدأ بسألك. حمض الابعف قدام عينك حسن B. اكتب القاعدة التي حمضها الملازم اقوى. ركز هنا في النقطة هذه. اكتب القاعدة. وقف. فاصلة. روح للقواعد يا أستاذ. مين. التي حمضها الملازم اقوى. اضعف قاعدة. واللي هي حتكون. سي ستة. اش خمسة. اكتب صيغة. هذا كتيب وقع فيه الطلاب. من اشطر طلاب وقع فيه ثلاثة. اكتب صيغة الملح. الاعلى قاعدية. من وين بيجيب املاح قاعدية. من الحموض. صح. من وين بيجيب املاح قاعدية. من الحموض. مدام بده ملح. اعلى قاعدية. منا من اضعف حمض. لو حسن به. شو حيكون الملح? كاسي ان. كيف بتجيبه يا ستة. بتختلف الاسبع جيبك. احسب بي اتش. لمين? القاعدة الاقوى. وينك يا اقوى? هاي ها. سياتشي ثريانشتو. تركيز هانوس. كيف ودك تجيبه? تعال معي. هاي زل كتبو صحيح. وهنا نمسحه. ونرجع للألم. حقيت. القاعدة قال. سي اتش ثري ان اتش تو. لازل تكتب معادلة رسمية مع الماء. وسهمين. وتكتب هنا. اللي هي السي. سنة شوية. تكتب هنا. سي اتش ثري ان اتش ثري بلس زائد او اتش مينس. مش هادا حمض القاعدة بيعطيه كلام هادا. كلكوا عارفين. حقيت عشان المعالمات. انتوا عارفين موضوع المعلمات. احد يزعل منا. انتوا عارفين احنا البث مباشر. والكل بسمع. والكل بشوف. كل احترام. كل احترام لكل ان شاء الله معلمين فلسطين. بس يعني. احنا طبعا احنا هذا الفيديو حينتشار في كل مكان. نواجه رسالة. للمعلمين والمعلمات. كلكوا احسن مني. وكلكوا اشطر مني. تمام. بس يعني. في افكار الكتاب عملها. بعلمك. الكتاب بعلمك. شغلة. زي ما نقول انه النمط هيك. بس احنا بنحفظش حفظ. نظن نقول للطلاب. لازم تعمل زي الكتاب بالظبط. ودرقة تقول للطالب. حينخصم عليك علامات. وحيخصمو لك علامات. وحيحطو لك علامات. عيبة كلمان. تحكيش زي هيك للطالب. هذه القاعدة. هنا بدوني احسب يشغل قاعدة الاقوى. انا اخترت القاعدة الاقوى. ليا سياتش تري انا تشتو. تمام. بدي احسب الى بي اح. بدي اشتغل شغل رسمي. تركيز النص. انا هان مث لما اجي اعمل زي هيك. بقول تركيز هادي نص. تمام يا. هذا الكلام للمعلمي مش للطلاب. بقيت وزارة التربية والتعليم في رمالله في غزة تسمع الكلام هادا. والمشرفين كلهم يسمعوا الكلام هادا. هاي تركيزها نص. هادا مجهول. هادا مجهول. خلاص بكفة. بكفة. حاجات فيه ناس مش فاهم. اقول لك عنيش بتكلم السيس خالد. انه ايش الموضوع. ايش الموضوع اقول لك ايش الموضوع. وبقول لطالبات. بقولوا ما ده غلط. وحينخصم عليكم علامات. ومش عارف ايش. وبنفعش. اوه. اوه. اعملي الفيلم هندي للناس. مش صح. قال ايش بيقولوا لهم. عشان هذا كلام في حادا عشر. صح. لازم في حادا عشر يتطبق. في توجيه لا. شوفوا معي. انه تركيز هادا نص. عمالنا بنعمل تاجر. وهي قصده بالمعلمين والمعلمات. اللي متقيدين بيكتابه بفكره قرآن كريم. انه هادا تركيز ونص. طب ايش تركيز هادا. صفر. صفر. لانه لسه تجربه بدلتش. هادا. قبل الاتزان. اثناء الاتزان. والتجربة بتصير قاعدة. وتجربة بتصير. انه هادا النص. مفروض هادا ينقص بمقدار صين. حتى بيجوها شوي. لا. سنو. لسه. سبقت خطوة. بيقوله لهم افندي هادا. بنقص بمقدار صين. وهذا يزداد بمقدار صين. وهذا يزداد بمقدار صين. هيك بيحكوله. ثم. ها قلت عند الاتزان. خلاص. التجربة خلاص. وصد حالة الاتزان. ايش بيصير. هذا النص. اكيد. قلة بمقدار نص. سين قصدي. النص قلة بمقدار صين. وهذا بقى كما هو صين. وهذا بقي كما هو صين. بعدين قال. عشان انه هادا يتفكك جزئيا. فالصين مش مستاهلة يعني. فبعينا كالله. اشتوبها. نص. سين. سين. طب ليش مش من الاول. نص. سين. سين. ليش كل اللقمة هادا. ليش. انتو. الكلام اللي بحكيه مش للطلاب. اقل لكم المعلمين ومعلمات اللي حتشوفوا الفيديو. منعرفكم بتتابعه. ولو زال تربية وتعليم بفرام الله وفي غزة. والمشرفين الكيمياء ومشرفات كل الدنيا. الكلام قدقائي لكم مش للطلاب. طلاب غلابى سبقوا منهم. ليش كل هذا؟ طلاب معروفه انه هنصل هنا. في حادي عشر ليش كنا نعمل هيك؟ عشان نوجيه كنتو حفظين مش فاهمين. ليش احنا في حادي عشر كنا بنعمل حركة هادي؟ عشان يكون في عنا وزن هنا في اثنين. هنا في ثلاثة. فبنقول انه هلا في اثنين سين زادة بمقدار اثنين سين. هذا زادة بمقدار ثلاثة سين. وهادي بتنشطو بش. بتنحسب يا حبيبي. في حادي عشر بتنشطو بش. في توجيه لا. دائما واحد مول واحد مول. فالخطوة هادي فقط. ويبقى كله ما مش علاقة. الحمد لله بنتعلم مع جيل واعي. CH3 NH2 زاد الموية. هاي ساهمين. CH3 NH3 بلس زاد نصف A بلس. زاد OH مينس. يلا. السلوب الصح. تركيز هلا قديه. نص. سين سين. كفة. تعايا اوات ش انتا. مجهول. شو قانونك المشهور. جذر. كي بي. قاعدة ضعيفة. اللي قدام عينك هادي. يا بتكتبه بالعربي هيك. يا بتكتب نفس القاعدة اللي ها. هو يساوي. جذر. قداش كي بي. قدام عينك. تلاتة وسبعة ضرب عشر سلب اربعة. تلاتة فاصل سبعة. ضرب عشر سلب اربعة. قاعدة ضعيفة قداش تركيز ها. نص. الجواب اللي بتطلع ها. لمين. عشان تقدر تجيب البي اتش. ايش لازم يكون عندك. هاد قداش قيمته. والقيمة اللي ها بعد بتجيب البي اتش. الموضوع بسيط. مش مستاهل اي فيلم هندي. يلا هادا هادا حلو. رتب المحلين هدول حسب شو. بي اتش. ركز. هادا قاعدة. وهادا قاعدة. وهادا حمض. وهادا حمض. ابدأ بالقواعد. روح شوف الان اتش ثري. شو ترتيبك? تاني. هلقلها. هادا شو ترتيبه? الاول. مدام هادا الاول اكتبه في الاول. هادا التاني اكتبه تاني واحد. في الحموض ايش لك تعمل? حسن قداش ترتيبك انته? تالت. ابو عينين قداش ترتيبك التاني? خد التالت ثم الثاني. يعني في الحموض الترتيبك للعقس. سؤال زي هادا تشهد ومرضوية? نيح. طيب هادا السؤال الوحيد اللي لدينا في المنهج. اه في صوديوم. سميناها هيك شوف الكلمة هادية. عنصر مقابل عنصر. يعني شيل هيدروجينة. حط الان ايه بدالها. خلاص. خد علنتين. طبعا هيا زياد نص اتشتو. طيب هادا كحول. شو نوعه? اولي. هادا شمعناها? اكسادة. اكسادة الظهيد. كيف بتعفل الظهيد? مش لازم يكون فيه منظر هادا? صح? يبيصي هادا بدل هادا. اجدل عندك هنا? ايه اعلمتين. طيب هان. شو هادا الدرس? رنع خوك في عاشر. الكان. تبادل. سي اتش ثري. سي اتش تو بي ار. طب فيه هيدروجينة شردت. وبي ار تانية. طيب هادا فخم فخم فخم. ليش فخم هادا? شو معنا الحركة هادة? نزا شو? ماء. من وين هننزع الماء? ركز. هادا اكيد. هننزع من الكبير ولا من الصغير? من الصغير زي سف. يعني ركز معي. سي اتش ثري. سي اتش. رابطة ثنائية. سي اتش. سي اتش ثري. كمان مرة هالية. نزا قبل شوية من هان. صح? دور هادي. سي اتش تو. رابطة ثنائية. سي اتش. سي اتش سي اتش ثري. وين فخمها في الموضوح هنا? هادا طلبوا لي. سي اتش. وين فخم? انت كبير. انت انا قدك انت. وانا قدك انت. انا بحكي اعطاله بغلبان. شوف يا اخو. هالمعلومة الفخيمة هادة. صاحبنا هادا ايش اسمه? مين باع في اسمه يا شباب? اللي قال اتنين بيوتانول. ما شاء الله عليه. هادا صاحبنا اسمه اتنين شحطة بيوتانول. اذا ايجاك في الاختر. وقال لك. تم شوف الكلمة اش بحكي. تم معالجة. ميش تفاعل? معالجة. اتنين بيوتانول. باستخدام حمض الكابريتيك مركز في وجود مية وستين. حرارة مية وستين. فان الناتج الرئيسي هو. يعني بس اعلى نتج الرئيسي مين هو? الزكة الكلمة هذه. الناتج الرئيسي اللي بين كتب اول واحد. بكون اسمه زي اسم المركب بالزبط. يعني هادا ش اسمه لو ساتك ش اسمه اش هتقول لي اتنين شو هنا بيوتين. شوف اتنين بيوتين. اتنين بيوتانول. طب هادا ش اسمه واحد بيوتين. واحد بيوتين. حلو. يسعدكم. والله. والله انه طلاب فلسطين انهم محترمين. ويستحقوا كل الاحترام. ومقاتلين. ومجاهدين. يعني انتو يا شباب سنة مرة كالكورونا. والله تتحكوا انتو عشان انتو يعني بتنتقدوا كتير الالغاء تبع الكورونا. وانو لغولهم المنهج كله كتير. الله يرضى عليك. وكانوا الناس محبوسة في بيوتها. ما كانوش يطلع من الدور. ما فيش يعني حتى الملياردير مش قادر يجيب استاذي درسه. فصح منهج كان يعني تم الغاء فيه. بس الموجود ما كانش حتى يلاقيين حد يشرح لهم اياه. ففيه ظروف صهبة. بس جيل رائع. وصل الهدفه. تمام تمام. اجيب عدي كمان. تمام تمام. وانتو زيهم. واحصل منهم ان شاء الله. تمام يا شباب. انتو نظروش له مثلا للغاء ومهادة والساز والضفة والضراب. يا عمنا احنا فلسطين هاي الموجود. مش معيش بكسير مصري. هاي الموجود عندنا. ايش نعمل لك هاي. ايش نسوي لك. هذا موضوع الاحتلال. والضرابات اللي بتسير. هذا واقعنا. هذا موجود. مش خلص. مش اخر سنة هاي. مش تقول يا رئيس ان السنة الجاية. يعني ما توجيه السنة الجاية. الوضع حيكون احسن. لا يحقوا. موضوع الاوضاع عندنا. الاستقرار عندنا. هذا دائم في مشاكل. يعني ما دخلناش في مشاكل معينة. ما دخلناش في تراب معلمين. هندخل في يعني عملية شوي. بدناش نحكي كلامها. ليش لازمها. عملية عسكرية معينة وكلامها. يعني واقعنا دائما موجود. عشانك احنا منفضل الله ربنا معنا. بنتوفق. ومنتفوق. تقلقوش يا شباب ربنا معكم. لانكم محترمين تستحقوا كل خير. يا سؤال خامس. عندنا خلصنا. يا شباب. ما شاء الله. هذا سؤال حلو. وين حلوة فيه. شوف معي. هنا في مقرة فخمة. الطالب بيقراش طبعا بيقراش هالفقة. بقراش بعمل زي هيك. بفوق بيقرهوش. وكاتب هنا ما رتبة اتفاعد. ما رتبة اتفاعد. تمام? هكتركز معي. شوف التجربة عندك هنا. هاي تجربة. اتنين. تلاتة. التجربة هادي شبه مش نافعة. عشان ناقصة معلومة. حتى لو كانوا ناقصة هنقوهان. مش هتقدر تستخدمه. فبالتالي انت ماما في عندك اللي تجربة واحدة صح؟ هادي تجربة هادي فقط. هتكسل مثلا تلاتة تكسيم واحد. هاي تعالي ناقصة معلومة. تلاتة تكسيم تلاتة. هاي تلاتة. تقسيم تلاتة. يساوي. مش هنا هيكي وهيكي. هايكي. هاييروح مع بعض. صح؟. هتقول انت. يا طبع هدوكم حيروح مع بعض. خمسة تكسيم واحد. هاي خمسة. من عشرة. قوة شو هنا؟ سين. على واحد من العشرة. قوة سين. يعني جوب هنا حيطلع واحد. اللي هو هاي. تلاتة تلاتة واحد. والكي مع الكي. خمسة تلاتة واحد. خمسة قوة سين. يعني سين اش تساوي هان؟. صفر. جبت سين. طب لو اندك تجيب صوت. فيش كم عنده جربة. اقرأ صور زي الناس. واطلع فوق. شايف هنا؟. شمكتوب؟. كي. واحدة تقياسه. ثلاثمية. قيمته. ثلاثمية لكل مول. الليتر ماشي هنا في واحد. وهان في واحد. اش قلت له قبل شوية. صور يجي في خطر. الواحد زود عليه واحد. بصير اثنين. يعني الرتبة الكلية. يسوي اثنين. طب انت جبت رتبة صين قديش. صفر. يبقى صادش تساوي. اثنين. هيك انت جبت الرتبتين. رتبة صين. واللي هي صفر. وصاد واللي هي اثنين. هذا كتير كتير مهم. طب تعالنا اكتب القانون. اكتب قانون سرعة التفاعل. هتكتب هيك. السرعة. تساوي ك. مش هتكتب اللي هو. تساوي هي ك. مش هتكتب قيمة اللي هي ا. عشان صينها صفر. هتكتب الصاد بس. هي بي. تربية. هيك حتى. هاي قانون سرعة التفاعل. شايف كيف يخو. طيب احسب صين هالي. يصدو صين هالي. السرعة. هاي. الصين. يساوي. الك هاي. معطي لك. تلاتمية. يعني هاي تلاتمية. ضرب. شايف التجربة هذي. تلاتة من عشرة. تلاتة من عشرة. بستنساش هنا. تربية. بالقالة حاسبة. بطلع. بقول لك اربعة. كم تصبح السرعة ديش. بتصير الصرعة. في التجربة واحد. او اتنين او تلاتة اي. احكي اي شي. عنده مضاعفة اي مرتين. طب ما هو اي رتبة وصفر. اي. مش موجود في القانون اصلا. فها تكتب طبقة ثابتة. يعني. ايش هده السؤال. او. 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 او عايرة. قال الولد. قال الولد يبغي عاير. تدك عاير. قال له اه. ودي عاير. عاير يا الولد. قال له عاير. يلا. يلا. ايش غرفك. استنزeu أصلا سوالأ معايرة. واللهي تطلعت عليه وسألته. فقالي يا استنزاء أنا معايرة. تلو ماشي. شوف معي يا خو. هاي مركب حمد قوي. وهاي قاعدة قوية ضلل لك كلام؟ ما ضل كلام صح؟ نبدأ ما عن طبيعة المحلول؟ نبدأ هنا نون حمض هاي نون حمض يساوي الحجم ضرب التركيز ضرب عدد الهيدوجين كدش حجمه؟ واحد من عشر الطلاب اللي معهم نسخة من امتحاني بلاكوا تربيع هنا أنا غلطت كتبت تربيع فعدلوها تكعيب يعني فالاشياء هذه واردة يعني طيب ضرب هاي حجمه كدش تركيزه؟ خمسة عشر من مية خمسة عشر من مية ضرب كم حبة هادوجين عندك؟ Expectation واسه يلا ضرب النون ايش؟ قاعدة يلا يا قاعدة قدش حجمك؟ واحد من العشرة تركيزك ثالب واحد وأج ضرب قدش تركيزه؟ شوف ايش بكتوب هنا؟ تلتشر فتصلا اربع بيتشها بيتش القاعدة تلتاش فتصلا اربع امسك ايش؟ قالتك الحاسبة كلكم عارفين ايش يعني 13 يعني الهيدرونيوم H3O plus ايش يساوي عشرة والسالب 13.4 طبعا بدناش هيدرونيوم بدنه O H فعدرون كي ووتر يساوي هنا عشرة السالب 14 تقسيم هاي هنا هنا عشرة 13.4 25 من مية التركيز 25 من مية بعد الفاصل باجي هنا بكتب 25 من مية تلاحظ هاي المعلومات زي بعض صح بس في اتنين هنا يعني حيكون لون الحمضي شباله اكبر لون الحمض اكبر مع طبيعة المحلول حيطلع شو هنا حمضي احسب رقم BH المحلول الناتج كيف تجيبها؟ بعدما عدد مولات الحمض اكبر شو الخطوة اللي بيجي بعديها؟ نكتب هنا نون شو فائض صح؟ نون اكبر نقص نون اصغر بعدها الهيدرونيوم كيف يؤثر المحلول الناتج على الكاشف الفينو الافثالين؟ حيث هنا الكاشف في الحمض عظيم اللون وفي القاعدة الزهرية اللون احنا قبل شوية كشفنا محلول شماله حمضي فبالتالي شو سنقول كاشف شماله عظيم اللون ثلاث تعريفات دولة او الاربع تعريفات ثمان علامات راجع تعريفات كويس سؤال السادس اللهم صد محمد تعالي نشيخ الموضوع هذا مع بعض ونركز فيه كويس كتب لك هانيا كبير باعتماد على بتفكك هذا الغاز لهدول الاثنين اعتماد على بيانات الوردة في الجدول هدول اجب واحد بيين بالرسم برتبت شو التفاعل بيين بالرسم نحن فضيفة امتحان نرسم السادس ونحن تعني نرسم احنا طيب امسك المنطقة هذي امسك المنطقة هذي يلا مع بعض يلا امسكوا آلاتكو مش جولاتكو آلاتكو واحد من عشرة ناقص تسعة من مية واحد من عشرة ناقص تسعة من مية يساوي تقسيم عشرة طلعا معي واحد من الف تعالي نجرب المنطقة هذي يلا الكبير ناقص صغير عادي اه ستة من مية او خمس سبعين من الف ماقص ستة من مية يساوي تقسيم خمسطاش طلعا معي واحد من الف ايش فهمتو؟ رتبة صفرية مدام السرعة ما تغيرتش رتبة صفرية صفرية كيف بدك ترسم يا كبير؟ بدك ترسم رسمة اللي يشوفها يقولك والله هاذا فلدة فلدة بترسم زي هيك وتحط الأزمنة عشرة عشرين هنا تحطش طبعا عشرة خمسة عشرين من فعش يعني لو قلنا هنا عشرين عربعين ستين تمانين مية و التركيز اه كم واحد? واحد اتنين تلاتة اربة خمسة 유튜� واحد اتنين تلاتة اربة قمسة اتة النقطة الاولى بتكون صح الزمن صفر هاي الزمن صفر و التركيز واحد منق veureen يعني واحد من عشرة هنا على نقطة طيب الزمن مية و التركيز صفية النقطة هنا ترسم خطبك ولا بعض خطبك صح؟ يلا نبدأ. نبدأ نعمل رموز وهمية. الزمن عشرة اعتبرنا هذه عشرين صح؟ اللي عشرة قبلية هيك وهي نجمها. طيب خمسة وعشرين احنا قلنا هنا اربعين. هنا التلاتين هنا الخمسة. الاربعين اطلع فوق الاربعين. السبعين هنا ستين وهنا ثمانين سبعين في النص والمية. شايف كيف الرسمة محلها؟ تكتبوا من خلال الشكل التفاعل رطبة صفرية من خلال الشكل. مش قولوا خلال بصار شو عملت هيك. ملوش دعو هدا الكلام. من خلال الشكل. اكتب قانون سرعة تفاعل سين يساوي كي. احسب قيمة كي. كيف من احسب كي؟ يلا مين يقول سالب الميل. الميل قبل شوية جيبته انت اهمس. فنفعش تقول جيبته قبل شوية. هدا كان التست. عشان نعرف احنا التفاعل رطبة اولى ولا صفرية. تمام؟ سالب مع السالب حيروح لانه هون بطلع بالسالب. فجاوب هنا حيكون. طبعا مولي من موجب عندك. انا قبل شو كنت اضرح الكبين من صغير. هو اللي بنضرح صغير من الكبين. بكون بالسالب فجاوب حيكون برضو نفسهم لوه واحد من الف. مين باعف وحدة قياسه. اللي قال نفسه وحدة قياسه سرعة ممتاز. مون هاي حتكتب هيك. مون لكل لتن. دوت. دقيقة. عمر النصف شو كان عمر النصف؟ اه صح. في خطة حلوة. بتقدر تعرف عمر النصف قبل ما تبدأ. شوف معي. اوش بتيجي للزمن. بتيجي لشو؟ للزمن. اذا جيت الزمن هاي. هنا مية مثلا. التركيز شماله؟ خلص. عشان الصفر يعني المادة خلصت. بشرط طبعا هذا كلام بشرط انه هيك يصير. التركيز صفر. خلص. وزمن قديش؟ مية. يبقى نصف الوقت قديش؟ خمسين. ماشي؟ عاد فيه نصف يقولك احنا عارفين كزر ما كنتش عارف انا عمل بابل لك. اوفف هذا. يلا يا رجال. التكنولوجيا حلوة. وسريعة. يعني احنا السنة الجاية شفتوا المجهود الكبير المبذل في جيل الفين وخمسة. كتابة عصبورة. يا الله ايش كتبنا. الملزمة تحت ديك وكلها كتبت عن بكرة ابيها كتبت على الصبورة. عمريش عملتها الحراجة هذه. تمام؟ اما الجاية حيكون الملزمة ان شاء الله طبعا الملزمة مختصة في الكيمية السنة الجاية مرعبة. تكاد تعادل يعني مفروض تواكب العالمية ان شاء الله وبين الله. عملت فيها شغل من حيث التنصيق والترتيب. المضمون طبعا نفسه بعد زيادة بسيطة ويعني ترتيب افكار. كويس؟ حتكون زي هيك حتى نعرض على الشاشة زي هيك ونحل مع الطلاب بكل بساطة. ونخربش هيك ونعمل بالدنية حرية. تمام؟ يلا. امسح كبير وابدأ مع الشباب. طبعا تزعيطوش الفين الخمسة تقولوا مثلا نضحك علينا ومش عارفين. والله شغل نعمل معاكم ونعمل مع حد. يعني الفرج مش في الاداء الفرج في التكنولوجيا. الفرج في التكنولوجيا تمام؟ يعني ما حدش عايز يقول ايش؟ طب ليش معنا احنا وكام هذا؟ ساعة واحدة في الليل. بدأ ما يربوا حضارهم وقال بالعبل برموت. فكنا حالة الخمية من وين الاصبع هذا؟ والله شايفين كيف؟ وجاب لي العصيد له حتى ما بدناش نشربه. بسم الله الرحمن الرحيم. كاتب هنا اذا علمت ان الالكترون الاخير في ذرة العنصر افتراضي اكس الذي يقع في العمود الرابع من المستوى بي. يعني العمود الرابع يعني انا اكتب هنا بي وفوق منها اربع. هيك عمود ثالث ثلاثة خمسة خمسة ستة ستة. الالكترون الاخير. والذي يقع في العمود الرابع من السوى بي. تمام؟ ما له. ما رقم مجموعة العنصر. لما بيستقرهم المجموعة. مش هنا اربع. صح؟ ضل هنا اس. يعني يعني انا بيكتب ستة اي. تمام؟ ما رمز الشائع للايون. يعني هاد الايون اللي هو ستة شو رمزه الشائع اللي هو الاكس هذا؟ سلبة اتنين. مش هنا انا نصر مجموعة السلسة بتاخد سلبة اتنين. مع الاكترونات منفردة في هذا العنصر. تمام؟ نيجي هنا. الاربع. اتنين هاي قداما. ستة نقص اربع. اذا عمت انا العداد تكمل الاكترون لخير في هذا المستوى هايها. هايها. هاي شوف اش ديك تسوي. عشان تسيلي جاوب نموذجي. بتعمل تمثيل فلكي زي هيك. واحد اتنين تلاتة اربعة. هو قال اربعة هين عملت الاربعة. ايش كتب هنا؟ انه اخر الاكترون اللي هو هذا هذا يعني. ما اخذ اللي هو تلاتة قيمة الان طبعا. والال والامال والامال والاماس. تمام؟ وهي الان تلاتة. والال واحد. والامال موجب واحد. والاماس سلب نص. طب يعني يكون سلب نص لتحت. ايش بدك مني؟ اكتب عدد كامل الاربعة الالكترون الذي يسبقه مباشرتين. بدنا العدد كامل الاربعة الالكترون اللي قبليه. اللي قبل هذا هيو هذا الالكترون. برضو الان تلاتة. والال واحد. وهنا اذا موجب واحد ما سيكون صفر او سلب واحد. بس بشرط. هذا سلب نص يكون هذا موجب نص. ماشي؟ هذا فخم جدا. وطلب مني طالب. انه ما اكبر عدد من الالكترون التي لها نفسه تجاه الغزل في ذرة هذا العنصر. في طالب طلب مني الى السؤال. فبدأ اجيبه بشكل عام. تمو معي هنا. لو قلك ما اكبر عدد. تشوف السؤال بشكل عام هنا. ما اكبر عدد من الالكترونات. التي لها نفس اتجاه الغزل. في مثلا ضرة العنصر O8. مثلا هذا المشهور يعني. ركز معي هنا. بتيجي لل O8. تمينا توزيع. بعد الهيليوم. ايش هتكتبينها؟ 2S2 2B4. وعشان 4 هذه تكون ممكن انت تكون ضعيفة شوية. يعملها تمثيل فلكية. هنا هي واحد اتنين ثلاثة وهي اربعة. حلو يا اخو؟ حلوي. حلوي. ماشي. ما اكبر عدد من الالكترونات لها نفس اتجاه الغزل. يعني المرسمين لفوق. الالكترونات لفوق. بس وين بديهم؟ مش في مستوى التكافئ. تقول لي واحد. اتنين ثلاثة اربعة. مكتوب شوف. في ضرة العنصر تحسبها من اولها لاخرها. الهيليوم عشان اتنين. فبتاخد واحد. لو مكتوب نيون خمسة عشرة بتاخد خمسة. لو مكتوب آردون ١٨ بتاخد تسعة. الهيليوم عشان. وفي هنا من الأس ستينتين برضو في واحد. وقدام عينك ثلاثة لفوق. فالجوابش هيكون هنا خمسة. تنساش هذه الملاحظة مهمة. هنا عنا صاحبنا ما اكبر عدد من الالكترونات لها نفس اتجاه الغزل في ضرة العنصر هذا. هذا العنصر صاحبنا. اثبتنا انه احنا هي شماله. انه ال-B في الفور صح؟ وال-S شمالها 2. هنا بدنا نعمل احنا نرجع برجوع للباقي. بس هل هو موضح الرقبة الدورة؟ اه موضحه. كيف يا صاحبين موضحه؟ هاي ثلاثة قدام عينك هاي. هنا ثلاثة وهان ثلاثة. ضل ال-N-E عشرة. نص ال-N-E عشرة قدش هنا خمسة. زائد. وفي واحد هان هاي. وفي هنا ثلاثة لفوق. يعني هنا خمسة واربعة تسعة. يلا هذا السؤال. صاروا يربطوا. المنحنيات. بالعشوائية والانتروبي. يلا. شوفوا معي هاد السؤال. اوش يطلع المنحنة قدامك؟ ايش شفت فيه؟ تفاعل اش نوعه؟ كيف عرفت؟ الحرارة المتفاعلات اش مالها؟ عالية. تم تلك طاقة عالية. كويس. طيب المتفاعلات عبارة عن C زائد O2. بيعطي CO2. وال-C صلب. وهذا غاز. وال-CO2 غاز. هاي المعادلة. حلوة. حلوة. كاتب السؤال اول. ما الحرارة التي تجعل التفاعل قاتي تلقائي؟ اقول تلقائي؟ ايش؟ هذا درس جبس. ايش دخل؟ ها يا حبيبي. ها حبيب قلبي. ها شو بتفكر؟ نبدأ. المعادلة بتقول المادة صلبة صارت غازية. يبيدل تأس هنا اش عمالها؟ زيادة فلانتروبي فوضى. صلبة صارت غاز. هذا واحد. والتفاعل طارد. يعني الدلتا اتش مالها سالب. يبي هذا حكون متى تلقائي عند جميع درجات الحرارة؟ اكتب عادلة موزونة هاي. ما اشارة الدلتا اتش موجب وهذا سالب. ايهما اسرع تكون CO2 ولا تفككه؟ شايفين نتقطة تنشيط مصغرها؟ مقارنة بهادي. اللي بيملك تقطة تنشيط اقل اسرع. فمنها تكونه اسرع من تفككه؟ يا سؤال الأخير؟ هذا سؤال مشهور ودرج وحلو كتير. او ايش هزو بتكتب هنا؟ واحد اتنين ثلاثة أربة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية ثمانية. عيدة كبه مرة. واحد اتنين ثلاثة أربة خمسة ستة سبعة ثمانية. ما عملت الشيك والله غير تضيعي يا اخو. واحد اتنين ثلاثة أخو. اعرف كنت فيه بقول لها بالعين. بالعين صح 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 بالعين. يلا. مين اعرضك التأيون? طيب افرد ما كانش مرسومة الوقت. ايش كنت نواتجاوب? اللي قال اكس راحت العلامة. واللي قال ان صح لانو في شذوذ هان? يلا. اي العناص اللي يقفل التانية بي? هاي قدام عينك. اي العناص انتقالي ويملك اربع اكترونات? مين بيملك اربع اكترونات? ستبت تذكروا. قلنا هنا عدد اكترونات من فاردة قديش? صفر. وان تو ثري فور فايف سكس. ما يملك يف. يقول وان تو ثري. بده اربع قدام عينك حرف ال اي. ايش بدنا? ال W وينك? هذا تلاتين. مشهور مشهور يا اما هذا مشهور بالنسبة لك انت. كغاز خامل. تلاتين واحدتين اتنين وتلاتين. يام النظام دورة رابعة مجموعة رابعة. دورة رابعة مجموعة رابعة وين مشهورك? رمو سلة عناصر يا تقع في مجموعة واحدة. الطالب بتطلع افقي. افقي بتطلع. طب فيش سلة عناصر هايهم يا حبيب ال B هيهم هيهم افقي. عناصر مجموعة واحدة افقي. عناصر مجموعة التام نبيل واحدين منظرهم زي هيك. وما رقم المجموعة. ما رمز عناصرين اكس والعناصر اي من حيث تقع تتاين. وين اكتة اكس? اه هاي من اتنين هدوان. لينهم شذوذ. ال N اكبر. يعني هنا. ما حلول منظم. حسنا شوف. لحيل هذا اول اشي. بيطلع فوق شان نخلص تمام? شوف الاسهم هون طالعة. كحول اولي. معروف كحول اولي. بيعطيك لمنهج كله. شو استنوا شوية وتعيطوش. حنرضي كله اطراف. معنى كيتو سي ار تو يعني سي ار تو سيفن. يعني سي ار سيفن. رونالدو. رونالدو. رونالدو هداف. بيجيب قنين. صح? يعني في ناس زعلانة. استنى شوية. استنى شوية. رونالدو هداف. بيجيب قنين. فلما تشوفكم حول اولي. اوليش هيديك شو? ايوة. اللي قال قلدهيد صح? ثم تستمر الاكسادة فيبديك حمض. طبعا نسبوكم من اللي بيحكي لك عدد ذرات الكربون اقل. كله كذب. دايما بيجي منحنة زي هذا. المنحنة واضح وبسيط ومتواضع. نتج اول تستمر الاكسادة نتج تاني. لو وقف هنا ما كتبش ما كتبش حرف البيح. عملك حرف الايد تكتب قلدهيد. رونالدو هداف. طب لو بكتوب كي وان. اللي هو كي ام ان او فور. كي ام ان او فور. انا سنسميه ميسي. ها ها يبدو نرضي الطرف الثاني. ميسي شماله? ميسي بيخلص على طول. بنقولك من كحول الاولي لحمض كاربوكسيلي. مش زي رونالدو سبدي ينقولك الظهيد بعد الظهيد يدك حمض. لا ميسي بيخلص على طول. ها كيف ارضيناكو? يلا. تعيطوش يا شباب. نيجي ها. الى الظهيد اللي ها معروف. تكتبوش طب هادي. بتكتبها للسي دابل بنت او. اتش. هايلة الظهيد. الحمضة كاربوكسيلي هذا نفسه بالضبط. سي دابل بنت او. بس مش اتش. او اتش. طبع هادي ثابتة. شو معنا حركة هادي? نزع ماء. يلا. شايفين السيل محا او اتش دابل زي ما هي. سي اتش. تو. اللي جنبها اخدنا منها. ولعطرها سي اتش تري زي ما هي. ايش معنا هادا حركة? ضاف اتش سي اتش تري وهان سي اتش. 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 مخاطط سهل لكن يجبوه في الامتحانات. تعال اخر سؤال. نحل هذا السؤال. محلول منظم. حلو. حجمه لتر. بتكون من هذا الحمض. واللي جنبيها قاعدة مرافقة. قاعدة مرافقة هي الملاح يعني. كل منها او اللي هو تركيزه مواحد مول لكل لتر. والك اي طبعا 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 الحمض هيقوا دابك. بس اك سؤال فخيم. بولك ما عدد مولات اتش سي اال. بدو عدد مولات اتش سي اال. التي يجب اضافتها الى المحلول حتى يصبح الهايدرونيوم هذا قيمته. طيب تعالنا شو نعمل. ايش نحنسوي. ليجي هان. شوف يا شباب. اول شي نكتب المعادلة. اتش. هو ايش. سي اتش ثري. سي اتش ثري. سي او او اتش. زاد الموية. ساهمة بيعطي سي اتش ثري. سي او او مينس. زاد الهايدرونيوم. فيش معادلة ثانية. عفين ليش. هكذا ما تقعد المرافق. مش ما تقعد الملاحة تفكه والكلام. معادلة بحضة. هيكتب الهايدرونيوم. يساوي. ويفتح كسر كبير. هيكون هنا عندنا كي اي حمضون ضعيف. اللي هو سي اتش ثري. سي او او اتش. تحت ايش مفروض يكون تحت الملح اولا يوم المشترك. سي اتش ثري. سي او او مينس. فيش ملح. في اي او مشترك بيكتب اي او مشترك. طبعا هنا زاد اتش سي ال. وهنا نقص اتش سي ال. مليح مليح. بقول لك هنا قديش عدد مولات الحمض انضيفها عشان يصير الهايدرونيوم كذا كذا. قديش المولات الحمض اضيفها عشان يصير الهايدرونيوم. اتنين وسبعة ضرب عشر صلب خمسة. اتنين وسبعة ضرب عشر صلب خمسة. يساوي. تفتح كسر. الكي اي ايه. يديش قيمته. واحد وتمانية ضرب عشر صلب خمسة. ويفتح كسر. تركيز هذا واحد. زائد سين مجهول. وتحت واحد نقص سين. هو قل تركيز كل واحد منهم واحد. تمام? هادي مع هادي. الطرفين في الوسطين. اضرب واحد فاصل تمانية جوه. واحد فاصل تمانية هنا. زائد واحد فاصل تمانية سين. يساوي. اتنين فاصل سبعة نقص اتنين فاصل سبعة سين. السين عنده السين والبصر مين عنده بصر مين. تمام؟. يعني هادي هترغغات وهادي هتجي هان. يعني واحد فاصل تمانية. زائد اتنين فاصل سبعة سين. يساوي. هادي ضلت زي ما هي ثابتة اتنين فاصل سبعة. وهذا يجت عندها. نقص واحد فاصل تمانية. وتقسم الطرفين. والكلام هذا بتطلع قيمة. للسين. وبس. مسأة رياضيات يعني. ها قل يقول لي ان احسب التغير. الحاصل في البيئات. قبله وبعده اضافة اله سي قال. ركز كويس. بده يك تحسب البيئات قبل وبعد. البعد سهلة هاي البيئاتش بعد. سهلة ليش? لانه هو قل لك انه لم قديش عدد مولات اله سي أضيفة عشان يصير الهيدرونيوم اتنين فاصل سبعة. يعني ما عليك الا تمسك آلتك. امسك مع الآلة. وكتب لغة رتم اتنين فاصل سبعة. تربع عشرة سلب خمسة. طلع عندي اربعة فاصلة خمسة. هادي بعضها. طب قبله كيف اجيبه يا استاذ? شايف هذا كله? بس انت اجدك تستخدم هنا. هذا ممنوع يكون موجود. هاي. يقول طب يا استاذ هان. هذا واحد واحد. طب رخي اصرحه مع بعض. يبقى الهيدرونيوم حيكون قيمته. قيمته. يعني اجيب انا لغة رتم. واح فاصل ثمانية. درب عشرة سلب خمسة. اربعة فاصل سبعة. هادي قبله. وهادي. بعدها. طب ليش قلت? كانت فاصلة سبعة سبعة فاصلة خمسة. عسان حط HCL. الهي الحمض القوي بيقلل شوي بH. محلول منظم يقاوم التغير. طيب يا شباب هاديت احنا ان شاء الله تمام? هاينا حلينا كول الاختبار. تمام? ما خلنا شي شي ما خلناهوش. ضيل انتوا بس تتوقعوا على الله. تروحوا بنفس مطمئنة وهادية ورائقة. وتعبتوا كتير وبذلتوا مجهودوا كبير. فانتوا تستحقوا ان ربنا يوفقكم ان شاء الله. تمامي شباب? حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.